اشتركوا في القناة احياكم الله مشاهدين الكرام في برنامجنا برنامج مكعبات رمضانية اليوم نحن وإياكم في الليالي العشرة الأخيرة من شهر رمضان المبارك مشاهدين الكرام فاصل ونعود إليكم عدنا وإياكم إخوة أخواتي في برنامجنا برنامج مكعبات رمضانية رحبوا معي بضيفي هذه الحلقة السلام عليكم وعليكم السلام شوانك حبيبي؟ زيان طبعا مشاهدين برنامجنا يحتوي على مجموعة مكعبات وكل مكعب فيه سؤال يوجه لضيف الحلقة المكعب الأول والسؤال الأول اسمك الثلاثي وعمرك وسكنك اسمي مشتبه مصطفى حسن عمري عجل سنوات وسكني شارع محمد الأمين المكعب الثاني والسؤال الثاني في أي مرحل دراسية؟ رابع ابتدائي المكعب الثالث والسؤال الثالث شنو طموحك العلمي؟ أن أكون طبيب وأن أكون خادم لزوار كربلاء وفي كل مكان من خلال علمي عملي المكعب الرابع والسؤال الرابع شنو يعني لك شهر رمضان المبارك؟ هو الشهر الخير والرحمة والبركة وحب الأهل وزيارة إمام الحسين عليه السلام المكعب الخامس والسؤال الخامس إشلونك ويصوم العبادات؟ أعلمني أهلي أن أعبد الله وأحب الله ليس لأن أخاف من الله خلوك أنا حبيبي سيد المشتبه أخوتي أخواتي فاصل ونعود إليكم عدنا وياكم مشاهدين في برنامجنا برنامج مكعبات رمضانية المكعب السادس والسؤال السادس الذي يطرح عليك إشلون تقسم وقتك في شهر رمضان؟ بين لعب وبين مدرسة وبين صلاة وبين زيارة وبين مساعدة الآخرين المكعب السابع يطرح عليك السؤال ويقول شنو تتمنى تسوي حتى ترضي بي الإمام الحجة عجل الله فارجع الشريف وساعد الناس حتى لو بكلمة طيبة المكعب الثامن والأخير السؤالة الشي تحب تقدم للإمام الحسين عليه السلام ونحن الآن قريبين من مرقدة شكرا يا أبا عبد الله ووافقني وأخذ بيدي لخدمتك شكرا جزيلا لك حقيقي مشاهدينا شكرا جزيلا لكم مشاهدينا أخوتي أخواتي فاصل ونعود إلى مسك ختام هذه الحلقة عدنا وإياكم في مسك ختام هذه الحلقة وبالختام حبينا نهديكم هدية ألا وهو حديث من حديث الإمام الصادق عليه السلام قال الإمام الصادق عليه السلام للصائم فرحتان فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه مشاهدينا إلى هنا انتهت حلقة من حلقات برنامجنا برنامج مكعبات رمضانية في أمان الله شكرا جزيلا لكم